اشتركوا في القناة وكدت الوكالة الاممية ان نزوح القصرية للفلسطينيين في غزة مستمر في ظل عدم وجود منطقة امنة في القطاع مشيرة الى ان الامل الوحيد لوقف المأساة التي يعانيها الفلسطينيون هو الوقف العاجل لاطلاق النار قالت حركة حماس ان الكرة بالكامل في ملعب الاحتلال للتواصل الى اتفاق هدنة في قطاع غزة مشيرة في بيان وجهته الى الفصائل الفلسطينية الى ان الوفد التفاوضي غادر القاهرة متجها للدوحة وكدت حماس ان الاحتلال رفض المقترح المقدم من الوسطاء ووضع عليه اعتراضات في عدة قضايا مركزية مجددة تمسكها بالموقف الوطني الذي وافق على مقترح الوسطاء الاخير وبناء عليه فالكرة الان الاحتلال بشكل كامل على حد تعبيرها يواصل الاحتلال مسلسل اقتحاماته اليومية للعديد من المدن والبلدات في الضفة الغربية والتي طالت اليوم الجمعة مناطق في الخليل وقلقيلية ونبلس وافاد مراسل يمن شباب ان مقاومين تصدوا اليوم الجمعة لاقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس بالتزامن مع اطلاق نار استهدف قوات اسرائيلية توغلت في حي رفيدية في المدينة نفسها فيما كان مستوطنون صهينا قد اضرموا النار ليلا في محاصيل الفلسطينيين بالاغوار الشمالية شهدت مدينة تعز اليوم الجمعة تظاهرة حاشدة للتنديد باستمرار جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق الفلسطينيين وللمطالبة بدعم المقاومة هناك وفي التظاهر التي جابت شوارع المدينة رفع المشاركون فيها لافتات منددة باستمرار المجازر الوحشية والبشعة بحق اهل غزة المحاصرين وبالعملية العسكرية في رفح اكدت مصادر مطلعة اتلاف شحنة ادوية واغذية تقدر بسبعة اطنان في مركز ميتم الجمركي المستحدث بمحافظة اب بعد ان تعرضت لاشعة الشمس وعدم تخزينها في اماكن باردة وذكرت المصادر ان الشحنة التي تعرضت للتلف هي الثانية خلال شهر مايو وتاتي بعد ايام قليلة من اتلاف عشرة اطنان احتجزها جمركينهم بصنعاء في وقت حمل فيه تجار ميليشيا الحوثية المسئولية الكاملة عن اتلاف شحناتهم بسبب العراقيل المتعمدة وفرض جبايات كبيرة من الاموال بذرائع واهية ختم هذا الموجز الى اللقاء اشتركوا في القناة